المتتبعي قناة الفاس باريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي سنرى في قضية تنجيم السياسية البعض والكثيرون يقولون بأن علاقة السياسة بالتنجيم والسياسة هي فن الغير اللي ممكن أن نتوقع في السياسة ولكن هناك مجموعة من المنجمين في هذا المجال من بينهم السيعب العزيز الخطابي سيعب العزيز مرحبا بك براك الله شكرا بداية ندخلوا ديريك سيبولو ماذا كانت تنجيم سياسي في الواقع؟ أنا صاحب نظريك التنجيم السياسي أنا والمؤسس عن التنجيم السياسي التنجيم هو من أقدم العزون في التاريخ البشرية بمعنى قبل ألف هلسافة وقبل ألف هلاك هذا كان الناس قداما دائما يراقبون الهجوم وحتى تسقفون كنتقى تمشي على حسب النجم مثلا مثلا ديال الشمال أو ديال الشرق أو ديال الجنوب أو ديال الغرب بمعنى التنجيم ولدا محالة الإنسان وعلاقة الإنسان بالتنجيم هي علاقة أسطورية قديمة جدا يعني كما قلنا قبل الفلسفة اليونانية التعريف بالتنجيم كانوا الناس القداماء يراقبون الهجوم لمعرفة موسقبل وكانوا تب بعد مثلا بعض الألوك التي كانوا القداماء بما فيهم الأرابيطين والبرزنطيين والأندلوس وكذا كلهم كانوا يعتبرون أن التنجيم هو الحل للشؤون السياسية أو حتى الاقتصادية بمعنى أي حرب مثلا كانت تقوم أي دولة كانت تريد أن تقيم حرب مع دولة أخرى إلا باستشارة المنجيم وكاننا في الواحد القرن الواحد والعشرين التطور العلمي التكنولوجي الرقمي وكانت تقوم بالتنجيم في إطارة التطور أن تقوم بالتنجيم السياسي هذا التنجيم السياسي ليست علاقة بالتطور التكنولوجي التطور التكنولوجي من صنع أشعرية للاستثمارات فيها أما التنجيم هو الأبعاد والأبعاد مسقبلية ماذا سيقع في سنة 2030 و2040 و2050 و2060 بمعنى الولايات المتحدة كيف نجحت في بنا قواتها إلا برؤية تعنيت المستقبل عسكريا واقتصاديا ترى رؤية المستقبل إقراءة المستقبل في السنوات القادمة يعني باقي دول حاليا تعتمدوا على القضية تنجيم بما فيهم الولايات المتحدة والصين كيف استطعت الصين أن تخرج من فقرها إلى برزوازيتها بما في أنها استطمارت علمها في دولتنجيم والسياسة والاقتصاد ولكن استطمارتها في بشريتها هذه بشريتها يعني السن مثلا كيف كان السن دولة فقيرة؟ لا كانت كثيرا وعندما في الدول 60 سنة يعني من 1973 إلى 1990 بدأت المرحلة تطلع فها من 2000 و70 سعود بدأت الإشارات تطلع فق يعني في 2021 سبحوتية أقوى الأولى في العالم هنا استراتيجية بحلية ذكرها الرحوم المهدي المنجرة المهدي المنجرة كان عنده رؤية المستقبلية كان يقرأ عنيط المستقبل كان عنده دراسة مستقبلية دراسة مستقبليات في علم المستقبليات منع علم المستقبليات هذا هو أرقام وحسابات ولكن علم المستقبليات يعتمد على المعطيات التي هي علمية دقيقة حتى تنجيم يعتمد على معطيات وعلى الرقم هذه الأرقام التي تضع هي عند علاقة مع المستقبلي مثلا نقول لك قبضت مثلا هذه الهاتف من الواحد للسعود من الواحد للسعود هذه الأرقام كلها ممكن أن تضع أرباح الملايين وتخرج منها غير من الواحد للسعود لا يوجد رقم أخر فيها لا يوجد رقم خارج عن إطار الأرقام والسعود يساعد هذه الأرقام التي تتقطع مثلا تضرب بها الملايين للحسابات وفي علم الرياضيات لا نهاية له والتنجيم لا نهاية له لماذا؟ لأن الرياضيات لدي علاقة بالتنجيم والتنجيم لدي علاقة بالرياضيات حركة كواكب مثلا عندنا الشمس الثابتة هذا الشمس مثلا لك في الفق أنت الآن تحس بحرارتها وهي أبعد منك ب150 مليون كيلو متر تحس بالإشارة ليلا بمعنى القمار لأبعد مثلا من الأرض هل القمار يتحكم في الأرض أم لا؟ بالحال يتحكم في الأرض والأرض لديه علاقة بالقمار والقمار لديه علاقة بالأرض بمعنى القمار إذا ورط أفع وحضرته أكثر المياه أين ستتصل يعني الأرض ستغرق من يحفظه يتحافظ على هذا الماء على هذه الأرض هو القمار حركة قمارية علم التنجيم بمعنى أنت تولد في السنة كذا كذا في الشهر كذا في يوم كذا في المنطقة كذا قد نقول لك شكو أنت بمعنى تخضر كل شكو أنت في المستقبل قد نقول لك مستقبلك ما هو إذا أنت تدخل في علم الغيب لا لا علاقة بالغيب الغيب لا يعلمه إلى الله وهناك غيب مطلق وغيب المقيد غيب المطلق واللي عند الله سبحانه وتعالى أنا أقول لك مثلا ماذا سيقل لك قد يقع قد لا قد لا قد لا يقع يعني بإذن الله أوكي أنا سأقول لك ما سيقع لكن أنت تحبق بك ما سأقول لك بمعنى مثلا بعض الأحداث التي يمكن أن تقع بالنسبة لي أنا ما سأقول لك أنت أعطيك إشارات لكي تحاول ممكن لا تطع في الفخ بمعاري اقتصادية أو حربية أو إراعات أنت تحاول ممكن أن تضع غراسة على دولة أو دولة أخرى لكي لا تطع في نزع أخر لكي لا تطع في كانت بعض المنجمين أو بعض المنجمين أو بعض المنجمين التي تقرأوا المستقبل سأسمح لي أعطيك خلال أزمة أو بداية أزمة كورونا تنبقوا بحرب حرب شاملة ما بين الولايات المتحدة والصين وأعطوهم واحد تاريخ في 2021 أو في 2021 الآن موقع لا حرب أنا أول شيء أنا لا أعترف بما يتظاهرون أنهم منجمين وهم غير منجمين وغير منجمين على رؤية المستقبلية بل يأخذون بعض أحداث من الأخبار أو جرائب حيث هناك اللفظ مثلا المنجم يتحدث بأرقام ومعطيات الأرقام ما هي؟ الأرقام ومعطيات فالكية وليس أرقام ومعطيات حانوتية فالكية وهناك بعض أرقام التي تنجيمها بمعنى أرقام التي تتمدها بعد حركة الكواكب بمعنى كان هناك كوكب عطار والمشتاري وكوكب زفوحال هذه الكواكب هم الذين أثيرون على الأرض وكوكب عطار وكوكب الحرب لكن التحليل عند بعض المنجمين بمعنى أن لا أقول المنجمين الذين تظهروا في بعض القناوات وفي بعض اليوتيوبات التي تظهروا أن مجمين وكوكب بعض القناوات التي تظهروا وخلقهم لهم المنجمين وكوكب عطار نسبة المشاهدة نسبة المشاهدة لن يتطلع بحاجة لا تطعوها لا تطعوها حسنا ماذا يتطلع عندنا هناك معرفة المنجم في اللغة في الحديث عن تلك أواكب عن أبراج حركة أواكب تحرك بمعنى مثلا ما يمكنه يعطي مشتري ما يمكنه يحدث مثلا ما يمكنه يقع مثلا أبثون في برش ما يمكنه يحدث أحدث لا تجيب بحركة الكون وحركة الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى وكان بعد الآيات قد تذكر عن أحدث عن كوكب نستغل التوجود في الفاس بريس وتقدر نجمل بالمستقبل بعد السيسيين مثلا أخذنا وزير التعليم أقول لك بدأ أحد قضية لكي تبقى هاني فيها وهذه التي ستحدث أكثر وحتى المشاهدين وحتى المشاهدين والمواطن ستفهم هذه وهناك تعديل حكومي طريق والتعديل حكومي ناتج على التشال الحكومة التي قدمتها سيكون تعديل حكومة أقريبا جدا التي ستغيرها بعد الوزارة قد نقول لك الإسماعيل أبي مثلا كان شاكيب بالموسى كان أبلاطي فوهبي وكان أخموش 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 سقطت الحكومة هي الحكومة سقطة في البيضة يمتعها حيث أرقام تقدر هذه المسألة هي حكومة سقطة في البيضة يمتعها يعني المغرب الآن حاليا في وجهة نظره وفي وجهة القراءة حكومة الحالية لا تمد المغرب بقراءة سياسية الحكومة الحالية ليست لها أفاق سياسي وليست لها أفاق اقتصادي لماذا؟ لأن النظام الدولي الجديد الذي يكون ما بعد كورونا تقع في أحداث كاريزية في العالم وهذه نقدرون لنقشها من بعد إن شاء الله السياف العزيزة شكرا جزيلا على قراءة والدعبة وكما كثيرا وعندنا حلقات مقبلة متتبعي قناة الفاسبرس إلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله